موسيقى مشاهدينا ومشاهدي طقس العرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستعرض سويا لأحوال الجوية التي ستسود المملكة العربية السعودية اعتبارا من اليوم أو مساء هذا اليوم الاثنين وحتى يوم الجمعة القادم بإذن الله على صور الأقمار الصناعية المستلمة مساء هذا اليوم الاثنين في طقس العرب نلاحظ وجود كميات كبيرة من الغيوم غطت وتغطي المنطقة الغربية والوسطى وأيضا المناطق الشرقية لكن معظم الغيوم موجودة في المناطق الوسطى من المملكة العربية السعودية هذه الوضعية ناتجة عن حالة عدم استقرار جوي ولذلك معظم هذه الغيوم هي من النوع الممطر والغيوم الركامية سبب حالة عدم الاستقرار الجوي هو وجود أو تأثر المملكة العربية السعودية بكتلة هوائية دافئة ورطبة قادمة من الجنوب مع كتلة هوائية باردة قادمة من الشمال لقاء هاتان الكتلتان بينتج عنها حالة عدم الاستقرار الجوي الغيوم الركامية اللي ينتج عنها زخات رعدية من المطر الأمطار قد تكون أحيانا غزيرة وقد ينتج عنها بعض السيول خاصة في المناطق الغربية من المملكة وبعض المناطق هذه الوضعية الجوية أو الحالة الجوية تستمر من اليوم وحتى يوم الجمعة بشكل متفاوت عادة ما تشتد حالة عدم الاستقرار الجوي في فترة ما بعد الظهر وتدريجيا تمتد وتشتد هذه الوضعية من بعد يوم الأربعاء تشمل المناطق الوسطى وتقريبا تمتد لتصل إلى المناطق الشرقية ينتج عن حالة عدم الاستقرار الجوي هذه بالإضافة إلى الغيوم الرعدية والماطرة اشتداد لسرعة الرياح السطحية وإثارة للغبار وبالتالي تدني مدى الرؤية الأفقية والأمطار الرعدية تكون أحيانا مصحوبة بالبرد والرعد والبرق أعزائي المشاهدين نتمنى للجميع السلامة وأرجو متابعتنا ومتابعة نشراتنا ولكم السلامة وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر